الهجرة لابد أن نستفيد منها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن القضية ليس قضية انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لو قضية انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان رب العالمين نقله كما حمله في الإسراء والمعراج في لمح البصر كان في المدينة لكن رب العالمين أراد أن يعلم الأمة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف تنظم كيف تخطط كيف تأخذ بالأسباب مع أن الله عز وجل قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما ومع ذلك بيتعامل بيأخذ بالأسباب عشان يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب بينظم عشان يعلمنا كيف ننظم في حياتنا الدنيوية والدينية وبيخطط بيعلمنا كيف نخطط وننظم ونأخذ بالأسباب ده الدرس المهم وده أهم درس في دروس الهجرة وهجرة نفسه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لو رب العالمين أراد في لمح البصر يجعله في المدينة بقى فلسطين أقرب ولا المدينة أقرب من مكة وهكذا بدأ النب صلى الله عليه وسلم كما أشارنا سابقا لما اشتد الإذاء بدأ يأدى لأصحابي بالهجرة طارت إلى الحبشة ثم بعد ذلك إلى المدينة المنورة وبدأ صلى الله عليه وسلم الهجرة بقى هو يهاجر بدأ يخطط من قبل الهجرة بشهور مع سيدنا وبكر ويعد الراحلتين ويعلفهم ويجهزهم ولما يلتقي مع سيدنا وبكر يلتقي إليه معه في وقت لا يوجد أحد في الطرقات وقت الظهيرة في مكة ده يعني لما يكون كده الساعة ثلاثة بالليل عندنا مش حد في الطريق في الطرقات ولا خارج البيوت هو ده وقت الظهير كل في البيت من شدة الحرارة يلتقي ده أخذ بالأسباب نعم من باب الأخذ بالأسباب ويوصي الصديق أنه يكتم على هذا الخبر طيب النب صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة في أربعين شاب جلسين أمام البيت أقوياء مفتول العضلات يعني المصارعين مثلا كده منتخب قومي من كوريش جاي عشان ينقضى عنه صلى الله عليه وسلم فيقتله عنده خروجه من بيته يومني صلى الله عليه وسلم يأتي بسيدنا علي لينام مكانه وكأنه متغطي وكلما يبصوا من من ثقب الباب يجدوا نائما ما زال نائما وهم كان عندهم حرمة البيوت وقداسة البيت لا يقتحموا على أحد في بيته حتى في الجاهلية حتى في الجاهلية يقتلوا يقتلوا خارج البيت لكن يقتحم البيت ويدخل على البيت لا ممنوع في الجاهلية دي كانت من محاسن الجاهلية إن هي يعلم أن للبيت حرمة وللبيت قداسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر